2019 كانت لك فيها متنجم تعمل فيلم مفاجئات طيارة برشا شانجمان كبير في حياتك وكانت فيما مفاجئات منها سيئة وممتونك حكيت معاني انتي حكيت معاي بإيمان كبير برشا انتي عملت عملية نحنا ما حبيناش نقوله وكان ما تكلمنيش اختراف من فيك خلينيك انتي تتكلم وحدك سنتي عن شواء خاطر انا بصيفة عامة مانيش كيفك انتي حياتك الخاصة حياتي الخاصة ما نحبش وما نحبش كتا شكيت انا فقت بها من اول اياريم عملت وجان في 2019 اياريم نوفل اش خليك تمشي اليوم تكون قاعد تعمل اياريم فماش عبد يمشي يكون قاعد يعمل اياريم هو عبد يبن مريض وما يمشيش يخدوه طبيب الفرنساوي قال لي تريبون ايطوال ايه خلينا من ايطوال انا عندي موعد مثلا كيما نقول وقتا نخدم الصباح في موزيك التسعة عندي موعد لحداش كلمت البيرو قلتوله مراني فادت نحب نحاوس مشيت نشرب قهوة ارا في بيرو طبيبي قلت برا خانكلمت ونجي نشرب مع القهوة باه نحكي نحكي معاه قلت له وراني نقوم الخمسة عصباح عاتيني نعمل سكانير سكانير سمحني بربي نحب الناس طبيبك كلمت وبتشرب مع قهوة كلمت وخطر حسيت روحك متقلق كلمت ومش نجرب مع قهوة وقلت له وانا عندي ساعتين متفاضي عاتيني نعمل سكانير نفيق الخمسة عصباح وقتا راديو قلت يعمل ليس سكانيرك سينيزيت ولا حاجة نداويها نعمل تراتمون حسيت روح كينك عندك سينيزيت ليه ماني في كنقوم بكري وسترد واحدا اما عندي وجي عطراس عندي حتى احساس بحد شيء قل ينوفل انتي لبس بيك عندك راسك قلت له ما عندي حتى شيء عندك دوخة ما عندي حتى شيء قلت لي بحضر راديو هنا في حي النصر أعطاني مشيت عملت سكانير قبل راديو بربع ساعة مشيت هزيت ونقا وجهها أصفر قلت لي نو عندك تاش في راسك يزمنا نعملو إيريب فيسا عملت مشيت نجري عملت الإيريب من غدوة دوك كي مشيت لهم نلقى طوبة زيدة قالوا لي نو عندك اذو ما يوم دو باقراد اللي هو معانتها يتسمى ورام حميد ورام حميد ورام حميد ورام حميد فقت به خمسة سنين قبل ما يوالي معاشي الدواء قالوا لي فقت به ما عندك حتى سمبتوم لانه مفروض معتا كان انتي ما عملتش سكانير ولي ما فيه حتى سبب بعد ربع خمسة سنين تولي جيك دوخة تولي تفقد الوعي وتفق به مرض ما يدواش دوك عملت دورة عالطوبة مشيت الثمانية التسعة عالطوبة وقتها وقعد النشطه عادي معانتها منهم حصة عاملها انا استوريك عاملها وهي وانا نستنف في الريجيتار اليارين بعدها باش نمشي طول ناخذها معانتها ديور وقتها في اخر الحصة فرديت ومكاملتاش نرفزت اخي لسقولي فازة مجمع لي فيتا قلت فيلمين وكذا معانتها كي عاديت بريود ربعا الاخر الاولاد لمو ما شلقناش ما خرجناش الاخبر ما نحبش نبدأ نخرج الاخبر ونحكي على روحي ووقتها مش واضح دونك بينطوبة تونس باللي يقول لي فيه عقلك اللي يقول لي ليه متعملش عملية اللي يقول لي فيه ساعة كذا وكذا سمحني هي العملية كان ما عملتاش شنجم يصير للعبد يموت الله واعلم هي اما هي العملية معانتها اللي انا عملتها قررت نعملها في فرنسا خطر تريتمامو صحيح غادي لانية مسؤالي نوف نعم فكهربت لنو هو تريتمامو صحيح معانتها مشيت لفرنسا بعد ما درت على الطب وبعثوني للطبيب الوحيد في العالم الطبيب الوحيد في العالم الالي هو عنده عشرة سنين ويقول المرض هذا أنا نجم ندويه وعنده فوق العشرة سنين وهو يداوي في الناس اللي كله براو اللي في تونس يقول لك ما تدويهاش فما اللي يقول لك ما تدويهاش حتى تولي خائبة فما اللي يقول لك كذا معنىش الامكانيات في تونس ولا معنىش مش فهمينها للي فهمينها اما بوتيتر ناقسي الامكانيات اما فما طبها في تونس تعملها العملية دكو دونك انا جي شوازي بتعاون مع تبيب تونسي بش نمشي نعملها الغادي بتكنولوجيا حديثة برشا و اللي هي العملية نوفل دامت دامت ستة سبع ساعات ستة سبع ساعات دراسك محلول محلول وطريقة جديدة معنتها وبش نكمل دقيقتين طريقة جديدة اني نتبنج ومبعد نفيق تصير اللي عملية ونا فايق انتي فايق السبع ساعات فايق مع انتا نحكي مع خطروي زي ما تريد ما ونحكي مع واحد عربي واحدة فرنساوية نحكيه معاهم وهذه التكنولوجيا الحديثة انه ما يمثلك حاجة اللي ما يتأكد انها ما تأثرش عليك خطروي يعرفني منشط وعطاني تريتمونج كانوا يشوف على الحي بالوقت خطر سألوني ميتين سؤال وعملت وحدات نفس لسألة يعودوا يسألوني فيهم ووريوني في التصاور هذي جاجة هذي بقرة هذي الصيد هذي كذا لو كان ما العرش نجاوب سيكوهما ممسوا بلا سخايبة لو كان يدي معاش تتحرك وقت اللي بديت نجاوب بالغالط وقفه فم فهم اللي هو في بلاسه غالط فهم اللي فمه معاها كما نقوله بارتي ميز مش تتمس معاني بقرة تسخيلها جاجة انسا اختم ممو اي انا مانيش واعي انا وقتها بديت نجاوب بالغالط ويدي مثلا اذا يدي معاش تتحركها ومسها حاس تلمس خاطر ستة سواع ويديت عملها كا هاي ولك هي متعبة في صعب شفاقه وعملولي طواب معتها مش نقعدوا نتابعوا العملية نشحت الحمدولي حسب هل استرجعت اليوم نوفي 100% من قدرتك بعد ثلاثة شهر قعدت ثلاثة شهر ونصف في الدار ما خرجتش مدار وانا جبتها كل فما شهر غبتو انا في التلفزة ما قلناش عليش ثم قعدت ثلاثة شهر صيف ما خرجتش مدار ثلاثة شهر ونصف بعد ثلاثة شهر مشيت عملت ايريم اخرى قالي انت رجعت كما كنت الحمدوله معناتها قالي يظهر لي عندك ميموار وتقربارش خدرين نقربارش وكتب وجرائد الدنيا قالي دونك تابا بردو ميموار حتى ما حبيت نعمله هنا متاعا ما كت كل تأهيل وكذا ما مشيتش عملت دو تروا سيانس حاسيت روحي ما نيش مستحق تأهيل قالي كنت تنجم تفقد ذاكرة كنت تنجم ما تنسى ناس كنت كل ما صارش معت العملية نجحت اكتر من اللي هو توقع وتو نعمل في التراتمون اللي هو حد الآن بعد ستة شهور تسعة شهور يتسمى اني ما كبرتش وما تحركتش دونك ماشي في ثلاثة بها بإذن الله هل تحركتش دونك ماشي في ثلاثة بها بإذن الله